في مشكلة كبيرة بتحصل احيانا ويندوز ديفندر او نظام الحماية بتاع الويندوز عشرة بيمسح ملفات تشغيل من العاب لو مسلا العاب البي جي تي او برامج موجودة عندك على الجهاز زي ام في دي اي وحاجات مختلفة كتير بيمسح ملفة تشغيل بتاعها وما بيرداش يشغلها وللأسف انت بتضطر تحمل الحاجة من الاول النهاردة هنشوف المشكلة دي حلها ايه? يلا بنا? السلام عليكم الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي النهاردة انا هشرح لك ازاي تقدر تحل المشكلة انا اقترك عليها فول للفيديو وهي ان ويندوز ديفندر احيانا بيمسح ملفات او بيمنع تشغيل برامج مهمة زي تبقى محمل نسخة ام في دي اي كبيرة جدا ويمسح او الملف اللي بيشغلها فانت طبعا انت اضطر تحملها تاني ما فيش حل طبعا شغلها ازاي? مش كده حصل بتحصل مع تيك بتحصل مع كريسبي بارتي بتحصل مع برامج كتير جدا. انا شرحت اعملت الشرح ده قبل كده لكن مشكلة الشرح اللي فات كان فيه حاجة. كان معقد عن الناس بعض الشيء لان ما كانش فيه ناطق دي اول حاجة. تاني حاجة كان فيه مشكلة ان لو انت حركت الملف مما كانو يعني مسلا لو انا دي نسخة كريسبي بارتي او انا حركتها مما كانت بتحصل مشكلة دايما وكانت الطريقة مش متقدمة اوي لكن كان فيها ميزة ان لو الملف بتتمسح بتقدر تجيبه تاني. يعني بمعنى اصح لو انت مخدتش بالك ويندوز ديفندر مسح ملف معين من عندك تقدر تعمله استرجاع ايدي. فبرضه تقدر تروح تشوف الفيديو ده ولو الموقف ده حصل معك. لكن النهارده هنعمل شيء مختلف خلص. النهارده هرارك حاجة اسمها الاكسكولوشنز او الاستثناءات. ايه الموضوع ده بقى? الاستثناء هو عبارة عن ان ويندوز ديفندر ده انا بقوله استثني الحاجة دي. يعني مثلا اه اه انا بقوله استثنيه دوت بي جي تي فايل. اي ملف دوت بي جي تي فايل ما تمسحوش. تمام? مسلا انا بستثني الفولدر المعين ده عندي فولدر مسلا ان افترض في الاي او في الدي اسمه حاجة معينة وانا بقوله ما تفحصش ده لكش ده عبدا انا هتصرف انا معي. او مسلا حاجات كتير هنشوف دلوقتي التفاصيل كلها. اه انا يعني بقال لكم علشي لان الفيديو اللي فات بتاع اه شرح فوكلايزر اكس كان الناطق فيه بقى صوته واطي شوية و انا يعني مش عارف انتو شفتو ايه بالعكس يعني مش عارف انتو شفتو الفيديو اللي فات او انا نزلت ده قبل ده ولا ايه الترتيب اللي حصل لكن يعني كان الناطق وقهط شوية. تماما الموضوع ده ما يكونش دايقه. المهم نخش في الشرح على طول. انا فتح الناطق اهو ركز معي بقى. هتدوس ويندوز و اي عشان تفتح الاعداد او طبعا ممكن تدوس على وتكتب ساتينج عادي. انا هشرح بالانجليزي لكن هي نفس الترتيب الخطوات بالعربي. للاسف انا ما اقدرش نستخدم الجاز بتاعي بالعربي عشان اقدر اشرح لك عليه. فاتمنى تكون متفاهم النقطة دي. هتدوس تاب مرة واحدة. دي الحاجات اللي عندي في او الاعداد دي. هتدوس ساهمين مين? لحد او التحديث والامان. هتدوس تاب. وهنزل ساهم التحت. لا برضو مش عايزينها. انزل تحت. لحد ويندوز سيكوريتي. او حماية ويندوز. دوس عليها انتر. دوس تاب. اوبن ويندوز سيكوريتي. هتلاقيه فتح لك نفيزة جديدة. هركز بقى هنا. في عندك كزا اختيار. انت كده كده متبقى واقف على حاجة معنا اللي هي دوس عليها انتر. كويس? هتعمل ايه بقى? هتقلب بالتاب. لحد لما تدخل لفيروس and threat protection setting. اول اعدادات الحماية. انتر. من هنا طبعا تقدر توقف الويندوز ديفيندر خالص لو انت عايز. فاول واحدة دي شيء من عليها الصحة. طبعا ندوس مصطر عشان تشير من عليها الصحة. اللي تحتاجك او الحماية اللي بتوفرها لك الخدمة الساحبية. لازم الاتنين دول يبقوا مفعلين عشان يبقى عندك شغال. لو واحدة من دول متشالة يبقى انت مش شغالة بويندوز ديفيندر. وفي واحدها تحتاج برضو دي كمان. كلها دي حاجات امان كويسة. دي برضو صح. يعني اتعلم على كل دول لو انت عايز فعل البرنامج. نعم مش موضوعنا نكمل. قلب بالتابة. هتلاقي حاجة اسمها ماناج كنترول فولدور اكسس. او التحكم في الوصول للملفات. بعدها. اد او 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 محو الاستثناءات. دوس على انتر. في عندك هنا اختيارات اد ان اكسكلوشن. اللي هو ايه بقى? الاكسكلوشن ده الاستثناءات اللي انا لسه شرحها لك. زي ما تشايف انا عندي اساسها المحضوط هنا. انا ضيف هنا. اللي في عندي في الدي فايل اسمه بلايند جيمز. ده اللي هي الالعاب المكفوفيت. فانا عارف انه هندس ديفندر بيمسحها. فانا ضيفها هنا. تمام? واقيل له هنا. انا بديك امثل على كل حاجة. وده برضو فولدر اسمه سكرين ريدر. السكرين ريدر ده اللي انا بحط في الان في دي اي والجوز وكل قراءات الشاشة بتاعتي. فما ان برضو هو بيمسحهم فانا اقول له لا. اي حاجة في الفولدر ده ما تلمسوش. فهو بالتالي ما بيبصش عليه ابدا. وده وده زي ما انت شايف. ده بقى نوع او اكستنشن انا اقول له الاكستنشن او الامتداد ده ما تلمسوش. انا شرحت زي تظهر الاكستنشنز او الامتدادات والملفات المخفية في الويندوز قبل كده وكل التفاصيلاتها. ده ده تروح تشوف الفيديو. وده باش دوت اي اي وده بروسس. لو الناس اللي فهم الباش ده مش انا اللي حطيته. ده ايه اللي حطه بما ان انا سبت طبعا جيت باش فور ويندوز. فبما اني بس اخدم جيت باش فهو جيت باش نفسه سبت دي عشان ويندوز ديفيندر ما يعملش مشاكل معي. المهم لو انت مش هامل الموضوع ده ما تشغلش بالك. المهم انت عندك في الاول ايه? دوس تبوحدة. دوس عليها. فانت عندك فايل. الاول اي اما تختار ملف واحد تقول له ما تنمسح ليش ده. بس. زي دوت اي اكسي. ده ما تمسحه. سيبه زي ما هو. خلاص. بس خلصت. اللي تحتها فولدر. فولدر يعني ما تمسح ليش الفولدر ده كل. انا هديك فولدر معين. هو بكل الحاجات اللي فيه ملكش دعا بيها. زي ما انا عامل مسلا في الفولدر بتاع السكرين ريدر او قراءة الشاشة. تمام? تحتها فايل تايب. وتحتها بروسس. فايل تايب يعني نوع ملفات معين. وبروسس يعني عملية. هنجرب واحدة واحدة ووريك بتتعمل ازاي. فانا انا قلت فايل مسلا. زي ما تشايف هنا. هنا بيقول لي بيخلينا اختار الملف اللي انا عايزه. يعني زي ما تشايف دي النسخة آآ ناطق بتاع كافيف تقني اهو. انا كنت مختار بتاحها بس اللي هو ما يمسحوش. فانا مسلا بعمل بقف عليه هنا. وبعدين بقول له كده خلاص هو مش هيمسح دي. دي الفايل. لو عايزين نعمل فولدر هتدوس برضو على اد ان اكسكلوشن. ودختار فولدر. المرة دي بيبتعمل ايه بصة? خلنا مسلا عامل لك فولدر على ديسك توب وسميه مسلا يوتيوب. او ايه حاجة. يوتيوب. هتقف على الفولدر اللي اسمه يوتيوب. وتدوس فولدر. بس كده بتبقى انت حددت الملف اللي هو ما يمسحوش. او الملف الكامل الفولدر الكامل. لو حطيت جوة يوتيوب ده ميت ملف تاني برضو هو مش هيمسهم. وميت فولدر تاني هو برضو مش هيمسهم. خلي بالك. ممكن ادل اكسلوشن كمان مرة انا وارد كمان حاجة. فعندك فايل تايب. هنا بتحط يعني مسلا اقول له انا عايز اللي هي ملفات الورد ما تمسحيش. سيبها زي ما هي. تمام. او ممكن اقول له دوت اي اكس اي فايلز. ما تمسح ليش اي 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 اكس اي فايل. مسلا. او دوت بات. طبعا ده لو انت لو انت غوي بقى عندك فيروساب بالهبل. دي حاجة تاني. فتقول له مسلا الدوت بات يبقى اي ملف دوت بات هو عمر ما هيبص عليه. تمام? ده اللي انت المفروض تعمل. طبعا انا حاجة نجرب الاخيرة. هنا البروساس نيم. البروساس نيم يعني ايه العمليات. ودي الحاجة اللي بتشتغل بشكل مستمر عندك في الجهاز. لو خدت بالك من البروساس اناك من عند البي اتش بين بتثبت على الجهاز. فهتلاقي ان البي اتش بي دوت اي اكس اي والماي اي اس كيو ال دوت اي اي اكس اي. الاتنين دول محترين كبروسس. اللي هي عمليات هو الويندوز ديفندر بيشوف ايه الحاجة اللي شغال على طولو بيقفها. لانا ما يفعش بالنمج اشتغل بعشرين ساعة. او طول ما اجي هالشغال. فهما دول بيعملوا نفسهم بالسلسناقب برضو هنا. لان دول لازم يشغلين عندك. تمام? فلا مسلا نفترض ان انا بايسون دوت اي اكس اي. مسلا. طبعا انت ما تلمس الموضوع ده اللي ازا كنت انت فاهم يعني ايه بروسسس. لو انت مش فاهم الموضوع ده ما تلمسهاش خالص. هو ده الفكرة زي ما انت شايف انا عندي حاجات هنا كتير اهي. زي ما شرحت لها. او ده ده معمولة بروسس هنا. الماي اس كيو ال برضو معمولة عشان انا بقدر اشغالها كسيرفس عندي على الجهاز. والماي اسي كيو ال ادمن. والاتش تي تي بي دي ده اللي هو الاتش تي بي دي ده اللي هو الاتش تي بي ريكوست. وده الزب والانزب برضو. فهو ده الموضوع بمنطقة البساطة. هي الطريقة زي ما قلت لك وتقى مرة واحدة. ما تعملش حاجة يعني ما تعملهاش على كل فولدرات الجهاز دي بقى انت كده ازيت نفسك? لا. شوفوا الفولدر ده من وجهة نظر انا الشخصية. شوفوا الفولدر اللي انت عايز ما تفحصوش. زي فولدر الالعاب مسلا. طالما انت متأكد ان اللابل اللي انت بتحطها فيها سليمة خلاص. فولدر اين في دي اي ده برضو من الفولدرات اللي ممكن تعمله ده الخطوة دي عشان تبقى امن من المشاكل اللي ممكن تحصل. فخلي الفيديو ده بالنسبة لك كجايد لان طبعا انا هنا بشرح برامج والعاب ده المكففين في القناة. وانت بتحتاج الموضة ده كتير. فغالبا في كل فيديو هتحتاج تبقى فاهم الموضة ده. في دلوقتي تتأكد انك تكتب الخطوات او تخلي الفيديو عندك اللينك بتاعه في مكان عشان تقدر تمشي في الخطوات دي يوم ما تكون محتاجها. لان انت هتحتاجها طالما انت اشغال بحاجات مكففين بشكل مستمر. حتى لو مش كافيه هتحتاج بعض الموضة ده. لان للأسف زي اي برنامج بيروسات في الكون بيغلط. بس هو ده انا كنت عايز اقول لك النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبك. بتنساش ان انت تدوس لايك للفيديو وتدوس سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان تدعمنا. واكتب لي تعليق حلو. ودوس على جنب الاشتراك فيه زرار الجرس. مكتوب عليه نوتوفيكيشن او الاشارات. هتدوس عليها هيزهر لك قيمة اختار الكل. عشان يزهر لك كل فيديوهاتنا الجديدة. لان في حاجات جديدة احنا بنعملها. يعني انا مسلا ساعة هي تبقى نزل فيديو والفيديو ده بيقى مثلا اول عدد مشاهدين دي هم حاجة معينة او كده او ساعة بتبقى الفيديو مخصص ليوم واحد او ان الحاجة دي هتنزل للنهاردة. لو ملحقتش العرض مش هتبقى موجودة موقع مننزل العرض مجاني او حاجات زي كده. فلو انت مش مشترك الفيديوهات مش بتوصل لك او انت مش هفعها على الجرس ودوس كل الاشعارات. الفيديوهات دي مش هتوصل لك بنفس السرعة اللي هتوصل لها. فبالتالي حضي على نفسك الفرص دي. بس كده. ضمضم في امان الله. كان معكم احمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.